السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإخواني الكرام في هذا الفيديو سوف نتعرف على طريقة تنزيل وتصدير وطائق المطلوبة للإستفادة من منحة مؤسسة محمد السادس كما تعرفوا أن الوطائق يجب علينا نقوم بالرقمنا لهم يعني التصوير لهم إما نقوم بشي سي بير ونسكانهم لنا ونجدنا بشي اس بي أو نحن نصورهم بالهاتف لنا ونقوم بالعملية إما من الهاتف أو من الحاسوب إذن بالنسبة لأول خطوة هي الولوج للموقع المؤسسات يوجد هذه الخانة التي فيها ونضغط عليها ثم تطلع لنا شاشة زرقة فيها ونضغط عليها أيضا ثم تطلع لنا هذه الشاشة أو هذه الصفحة ندخل لمرطياتنا رقم الإنخيرات الموجودة في البطاقة بطاقة المؤسسات رقم التأجير، رقم بطاقة التعريف الوطنية والتاريخ الهديات بالنسبة للمنخارث ونقوم بتحيل معطيات المنخارث والزوجة والابن ونرجع إلى هذه الصفحة النية ونضغط عليها ونقوم بطاقة المرحلة الأساسية سوف نرى كالأتي إذن نقوم بعمل مجموعة من المعلومات على الإبن ثم رقم التسجيل التي تلقى في هذا التسجيل ثم الأكاديمية والعمالة والجماعة والمدرسة نختارهم بالضغط على هذه المثلات التي على اليمين سوف نرى المرحلة الثانية بالنسبة للوثيقة الأولى سوف نرى الوثيقة ونرى الوثيقة في الوثيقة في الهاتف أو الحاسوب الوثيقة الثانية كارت دي دانشيتي نسيونال ركتو وفيرسو يعني الواجهين بجوج ثم صفحة الإبن في الحالة المدنية ثالثا وربيعا الشهادة نصورها ونقوم بتنزيلها ثم نضغط على ثم نضغط على ونقوم بتنزيلها ونقوم بتنزيلها ثم نتعلم لذلك نختار الوثيقة في امت ياين نختار الوثيقة ثم نقوم بتنزيل الوثيقة ثم نقوم بتنزيل المرحلة الثالثة هناك معلومات عن أختيار المؤسسات نختار السبب المناسب المعلومات على الإنسكريبسيون السنوية والشهرية أيضا الخصوصي نختار عندي ترانسبور المصاريف التي نصرف في هذا التعليم الأول ثم نضغط على الانسكريبسيون ونظر لأحد المرحلة نضع على الانسكريبسيون ونظر لأحد خطوصي ونظر لأحد الشاشة خضراء بأن هذا التعليم الوضع نتمنى بالتوفيق ونحاول لأحد المرحلة ونحاول لأجواب عليه وشكرا لأستماعكم و بالتوفيق إن شاء الله